بسم الله الرحمن الرحيم نتناول اليوم الدرس الحادي عشر وهو درس الشدة ما يهمنا بداية أن نتعرف معنا الشدة هي علامة كما قلنا تدل على أن الحرف المشدد يتكوى من حرفين الأول ساكن والثاني متحرك نذهب مباشرة إلى صندوق شرح المعلم صندوق الشرح للمعلم نبتدأ به بشرح الفكرة كيف نشرح الفكرة أننا بداية نشير هنا إلى أن الشدة تعني كما قلنا هي حرفين تتكوى من حرفين الأول ساكن كما هو موجود والثاني متحرك بهذه الطريقة كما قلنا أن السكون هي مقدمة للشدة لذلك جمعنا في الدروس ما بين الشدة والسكون في نفس الباب بمعنى أن السكون قبل الشدة ويكون السكون مقدمة للشدة حتى تسهل فكر شرحها كذلك نستعين بحركة اليد كما قلنا هكذا أننا عندما نشرح هذه الكلمة مثلا نقول ما مثلا مين فتح ماء إذا أردنا أنه هجي نقول مين فتح ماء مثلا نون سكون مع بعض أو نقرأ الكلمة مباشرة فنقول مثلا هكذا من من كأنها حرف مفتوح وساكن نقرأ كما أخذنا في الدروس السابقة من بعد ما نقول من ننظر ماذا إلى قبضة اليد هذه قبضة اليد هنا أننا نقبض يد ثم نمسكها قليلا بمعنى أننا نشدها أو كما يقول hold نمسك قليلا اليد ونحرك بمعنى أننا نشد وأردنا أن نقضف الحرف مثلا الذي بعدها أو الحركة التي بعدها تكون فتحة فنقول من تقرأ هكذا بهذه الطريقة من نا مع بعض تكون من نا أننا نشد الحرف اللي هو هذا حركة الشدة هذه بهذه الطريقة أولا ثم نطلقها بماذا؟ بالحركة نفس الشيء يكون في التي بعدها بهذه الشرح إذا نأخذ وقتنا في شرح الشدة بشكل سريع وسهل وأنا أظن أنه سوف يكون أسهل مما يكون أولها حب ها هكذا الحرف يقول حب بداية ها نقول حب نمسك قليلا أو نمسك قليلا على حركة السكون نقول حب وبعد ننظر إلى الحركة التي بعدها وهي الكسرة ونجمع بينهما نقول حب بي وننظر إلى حركة اليد هكذا كيف كانت نستفيد منها جدا في هذه المسألة كأن نمسك الحرف الساكن ثم نرميه بحركته بفتحة أو كسرة أو ضمة بقبضة اليد هكذا وبهذه الطريقة نكون قد شرحنا كيف أن تقرأ الشدة استخدمنا حركة اليد وأوصي بحركة اليد كتقريب الفكرة وسهولة تناولها بعدها نبدأ كما قلنا بماذا بأننا نتناول حالات الشدة فكما نرى في هذا الدرس مثلا في هذا السطر الأول حالات الشدة مع حرفين ثم حالات الشدة مع التنوين رجعنا التنوين كما في الدروس السابقة كما ذهبنا بمنهجية تقييمية أو التقويمية من خلال الكلمات الجديدة أو الدروس الجديدة نراجع الدروس السابقة كذلك رجعنا حروف الشدة في ثلاث حروف أو الكلمة في ثلاث حروف في وسط وأخر الكلمة ثم الحرف المشدد مع أربع حروف بجميع أنواعه ثم وهي المهمة أننا رجعنا كذلك الحرف المشدد مع السكون بمعنى الحرف المشدد مع السكون في نفس الكلمة ثم كذلك الحرف المشدد في أربع حروف أو خمس حروف ثم آخر شيء ووضعناها قد نكون كما بدأنا من الأسهل إلى الأصعب وهي حرفين مشددين في كلمة أضفنا كل هذه الحالات موجودة بتنوحها وبإضافة كلمات كثيرة في كتاب النشاط بكل حالة وضعنا حوالي 15 كلمة إضافية بمعنى 45 إلى 50 كلمة إضافية لكل حالات الدرس عندما نشرح فكرة الدرس كما قلت دائما وأكرر لا نشرح السطر الأول والثاني فقط مثلا أو الثالث ونقول بقية يتدرب عليها الطلبة في البيت على العكس تماما أول ما نقوم به مباشرة هي شرح حالات الدرس مثلا حرفين ثم نشرح الشدة مع التنوين ثم نشرح مثلا الشدة مع ثلاثة أحرف كما قلنا مثلا ثم نشرح بشكل عام الشدة مع أربع أحرف ثم الشدة مع السكون بهذه الطريقة ثم مثلا الحرفين المشددين في كلمة أو كلمة الطويلة بهذه الطريقة مع مراعاتنا أننا لا نسكن آخر الحرف عند قراءتنا كأن نقرأ مثلا كلمة صم نقول صم هكذا لا نقول صم حصي لا لا نقول حصي نؤكد على هذه الكلمة نراجع الدروس السابقة من خلال الكلمات الجديدة نتدرج في شرح الكلمة نستفيد كما قلنا سابقا وأكرر بالترقيم في ترقيم الصفوف حتى نوزع هذه الكلمات ما بين الصف إلى مجموعات نقول مثلا هذا الصف يأخذ السطر الأول هذا الصف يأخذ السطر الثاني حتى يكون التنافس والتركيز جماعة نؤكد على أننا نستفيد من هذا الدليل البسيط حتى نشرح الفكرة نؤكد على أننا نستفيد كذلك من كتاب النشاط فيه يحوي على كلمات كثيرة من حيث كثرة الكلمات ومن حيث كتابتها نؤكد على أننا على الدليل المعلم فيه الأهداف وفيه الخريطة التعليمية للكتاب أو خريطة الكتاب أو خريطة مفاهيم الدرس كذلك الكروت التعليمية كذلك الموقع الإلكتروني فيه تدريبات كيف تقرأ الكلمة والسدي كذلك فيه كلمات وشرح الدروس ثم كذلك الملصقات الحائطية حتى نستطيع أن نتناول هذا الدرس وفي ظني إن تجاوزنا هذا الدرس يكون إن شاء الله قد اجتزنا الشيء الكثير بإذن الله عز وجل في قراءة الكلمة وستطيع أن نقرأ أغلب الكلمات الموجودة بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة ما دون ما تهجي بكل سهولة ويصر وجزاكم الله خيرا